عادته يسوق الاحتلال في حججه ومبرراته الواهية محاولا تبرير جرائمه المتواصلة والتي أسفرت عن ارتقاء الشهدين باس البصبوس وخالد عنبر من مخيم الجلزون شمال رامالله بعد أن استهدف الاحتلال مركبتهم مطلقا عليها وابلا من الرصاص من مسافة صفر ما أدى إلى استشهادهما وإصابة الشاب رأفة سلامة الذي كان يرافقهم حيث احتجزت قوات الاحتلال الشهدين واعتقلت المصاب ببلش عليهم اطلاق النار عشوائي عن منطقة تكريبا السفر ظل يطلق عليهم النار تنهم بطل يعرفوا أنه فيش حركة صارت في السيارة استطبر عليهم شوائي تكريبا بحدودهم نص ساعة سحبوهم وحطوهم على الشارع تنهم دمهم تصفى طبعا دون إنسانية ولا رحمة لأن هذا عادتهم هو صاحب يما طل عمرهم منهم أطفال مع بعض استشهدوا مع بعض الله يرحمهم يما الله يرضى عليهم يسهل عليهم يا حبيبي استشهد خلص خلص الكلام يا خيالتي بس حسب الله ونعمل الوكيل في اليهود حسب الله ونعمل الوكيل في اليهود اللي بصفوا فيها العالم هم ما لهم ذنب ما لهم مش ذنب الله لا يحرحر والدي على ولدها يا أمو فالدي تكبدوا الواحد يا خيالتي ومش أي باسلة مش أي ولد مش أي بلد حنون عائلة الشهدين طالبت بضرورة تسليم جثماني ولديهما وإكرامهما بدفنهما كما طالبت عائلة المصاب سلامة بضرورة معرفة الوضع الصحي لابنها وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيها على المواطنين في معظم المحافظات مما خلف عددا من الشهداء والجرحى هذه عصابات إرهابية تحاول ببشاعة دائما السيطرة على مشاعرنا حتى ما بعد الاستشهاد يعني هذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال وهذا هو الصمود الفلسطيني للا يكون هناك نكبة أخرى ولا نكسة أخرى وسنبقى نترك الخزان حتى يسمع هذا العالم الأصم ما يحدث في فلسطين هذا الاحتلال مجرم يحاول بشتى الطرق اسكات الناس اسكات هذا الشعب ولكن هذا الشعب سيزداد إصرارا على مواصلة الكفاح والنضال من أجل تحرير فلسطين هذا وعمى الإضراب الشامل محافظة رامالله والبيرة حدادا على أرواح الشهيدين هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا دون سبب أو مبرر ودون وجود أي رادع أو حماية دولية للشعب الفلسطيني من مخيم الجلزون شمال رامالله ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين